كميل. طيب. انا عايز ارسم. ال ايه. ال تي ع ال اكس اكسز. وال واي ع ال واي اكسز. ده سين ويف. فهقول مسلا بلوت. الامر اللي بيرسم اسمه بلوت. تمام? بلوت. اللي ع ال اكس اكسز. هحطه رقمه. اللي هو الاولين. يبقى كومة اللي ع ال واي اكس. تمام? يبقى هنا اللي قبل الكومة بتحط ال اكس اكسز. اللي بعد الكومة بتحط ال واي اكسز. الناس معاني سمعاني? دكتور. اه حاضر. انا مش شايف اللي مكتوب. يعني ايه. كلام صغير قوي. كلام صغير. ده كلام جميل. حالو جدا. اللي اه خمستاشر مسلا. كده واضح? ولا كبر كمان? كبر كمان اه دكتور. كميه جدا. نخليها ستاشر. بيدي كده يا دبتو لو فاتح من الموبايل. لأ موبايل ايه مش فاتح من موبايل انا فاتح اللابتوب. اه لا اه اه اي انا فاتح من موبايل اه. كبر بيديك من الشيشة كده هتكبر معك عادي اه. تمام اه شكرا. طيب كده واضحة. صورة واضحة كده افضل. طيب. فبنرسم اللي على ال اكس اكسس بنحطه هنا. ولي على ال واي اكسس بنحطه اللي هو بعد بعد الكومي. تمام? وادوس انتر. اهي دي المفروض ساين ويف. المفترض يعني. تمام? ليه طلعت بالمنظر ده بقى? ليه طلعت بالمنظر ده? انا في بعض الساكاشن كنت دخلت لها وقلت لها ليه بيطلع المنظر ده? دي المفروض ان هي صين ويف? جميل? اول حاجة تاخد بالك منها. النقط بالزبط. انت رسمت على كم نقطة? بص احنا عاملين ايه? من صفر بستيب نص باي لحد اتنين باي. يعني عندك صفر ونص باي. وواحد باي. واحد ونص باي. اتنين باي. يعني عندك كم نقطة? خمس نقط. قد الصفر. تمام? وعندك نقطة هي. اللي هي نص باي. بعد كده هتلاقي واحد ونص. بعد كده هتلاقي واحد. واحد ونص. اتنين. يبقى هو رسم زي ما انت قلت. هو حط النقط ووصل ما بينها. الغلط مش فما تلاقي بالغلط عندك انت. ليه? لان انت رسمت على اربع نقط بس. التدريج ده كم نقطة? خمس نقط. صفر. نص. واحد. واحد ونص. اتنين. دول خمس نقط. فهو حط الخمس نقط ووصل ما بينه. اول قاعدة في الرسم. اول قاعدة لما تيجي ترسم. تكبر عدد النقط. عشان تطلع الرسمة سموز. اول قاعدة لما تيجي ترسم. تكتر عدد النقط. كل ما كترت عدد النقط. الرسمة تطلع اوضح. تمام? طيب. يبقى احنا هنخليها point o five. كده انا كترت على النقط. اصغر الستيب عندك حلين. يتصغر الستيب زي ما انا عملت كده. ان انا عملت ايه بدل ما كان point five خلتها point o five. تمام? يا عندك حل تاني. تعملها plan space. تعملها plan space. انتو خدت plan space صح? ايوة دكتور. تمام. اخد لها دكتور. space. start بتاعك zero. ال end بتاعك. اتنين في باي. وعايز كم نقطة بين zero واتنين باي. عايزين ميت نقطة وليكن. فانا عندك حل اهو. اول حل اهوت. انك ازاي صغرت الستيب? اهي. بدل ما هي point five خليتها point o five. تمام? عايز اصغر اكتر او اكتر على النقط اكتر اصغر الستيب اكتر. ده حل. تمام? انا بحبش الحل ده. الحل بتاع لين space افضل. الحل بتاع لين space اهو. لين space zero start. والend وعايز كم نقطة بين start والend. مية نقطة. اعمل بلوت المرة دي. تمام? هنسايف ماشي هنا اوكي. اهو. طلعت لك الرسمة smooth. طلعت لك الرسمة smooth. تمام? طيب عايز اعمل زي ورقة الرسم باني كده الخلفية بتاعت ورقة الرسم باني دي بعملها ازاي بامر grid. امر اسمه grid. بص على بص على الرسمة دلوقتي. الخلفية بيضة. ما فيش ايه فيش ايه الفراغات بتاعت الرسم باني دي. لو عملت grid وعملت run اهي. شايفين الشكل عامل ازاي الوقتي? الناس شايفاه? اه تمام. ايه. بامر grid. بامر بلوتهم. هو الامر الرسمي اللي بيرسم. تمام? او اللي قبل الكومة ده على الاكس اكسس. اللي بعد الكومة ده اللي على الاي اكسس. تمام? امر grid هو اللي بيعمل الخلفية اللي هي الايه? المسطرة بتاعت اللي ورقة رسم باني دي. طيب. ازاي بتحكم بقى عندي شوات حاجات تحكم فيه? انت ما ترسم تدر تحكم في ايه? في لون الخط. لون بتاع الخط. تمام? حجم الخط. تمام? طريقة الخط نفسه. هل هو dash? هل هو dotted? هل هو cross? تمام? يعني تدر تحكم في تلات حاجات في الرسمة دي. لون الخط. تمام? الطريقة اللي الخط بتاع الخط نفسه هل هو solid? هل هو dash? تمام? الحاجة التالتة اللي هي النقطة. النقطة. شكل النقطة عامل ازاي? التالت حاجات دول بتحكم فيهم ازاي? هاعمل هلب على بلوت. محدش يحفظ. تمام? هتعمل هلب على بلوت. هيجيب لك الجدول بتاع الستايل بتاعت المتلاب. اهو. ده الجدول بتاعك. ال B يعني blue. ده ده اللون. تمام? ده. العمود التالي ده. اللي هو شكل النقطة. العمود التالت ده. اللي هو style بتاع الخط. يبقى انت عندك تلات حاجات اقدر تحكم فيهم. اللون بتاع الخط. اللي هو اول عمود ده. تمام? الاختصارات دي هستخدمها دلوقتي. العمود التالي اللي هو شكل النقطة. عايز النقطة ضد. ولا عايز النقطة O. ولا عايز النقطة cross. ماشي? تالت حاجة الخط نفسه. نوع الخط عايزه solid. ولا dotted. ولا dash dot. ولا dash. تمام? طب دي بكتبها فين لو انا عايز اتحكم في الخط. هيا نفتح المتلاب. هنا. بعد ما اكتب بلوت اكس واي اعمل كومة. وافتح اتنين كوتشان. واكتب جواهم الاختصارات اللي انا قدام دي. واكتب جواهم الاختصارات اللي قدام دي. يبقى انا بعمل ايه? بعمل كومة. وافتح اتنين كوتشان. واكتب جواهم. انا عايز الخط بتاعي يبقى مثلا red. مش عايزه green. الترتيب ما بيفرقش. يعني لو عملت اللون قبل. لو عملت النقطة قبل اللون مش هتفرق. تمام? طيب. وعايزين النقطة نخليها اكس كروس. وعايزين الخط نخليه داش. وعايزين الخط نخليه داش. يبقى دي التلاب تاختصارات بتوعي. الخط داش. دكتور. النقطة كروس. اللون red. الترتيب ما فيه يفرقش. يعني لو جبت دي في الاول كده هوت ما تفرقش خلص. هتشتغل عادي جدا. تمام? فالترتيب بتاعهم ما يفرقش. يعني النقطة قبل الخط قبل قبل اللون ما تفرقش. انا كده بقوله ايه? اعمل لي الخط داش. اللون بتاع الخط red. النقطة بتاعت تكون كروس. قبل ما اعمل ران. شايفين اللون نعمل ازاي? اللون ازرق. الخط solid. النقطة dot. فعشان كده مش باينة. النقطة عبارة عن doted. النقطة dot فمش باينة. الخط جي فوق النقطة فما بانش. تعلم ما اعمل ران دلوقتي. اهو. بص بقى دلوقتي. اللون بقى red. النقط بقى كروس. فعشان كده باينة هي. والخط داش. الخط. داش. تمام? الناس شايفة معي ولا ايه? فضل. الامر ما كانش واضح يا دكتور. عيده تاني معلش. الشاشة كانت مفضوحة على بتاعة الهلم. طيب. عند المشكلة الناس عند كلها? عند الناس كلها? كده الامر واضح. ما عليش عيده تاني بقى. عملنا ايه? طيب بص. انا عايز اغير ال style بتاع الخط. سيبك من دي خالص. تمام? بلود اكس و وي عمل لك ايه? عمل لك الرسمة اللي قدامك دي. ال default بتاع الرسمة بتاع المتلاب. يتبقى اللون red. اللون blue. ازرق. حلو? والخط solid. يعني خط مكتمل. اهو. لو زومت عليه خط مكتمل. تمام? والنقطة عبارة عن dot. طب النقطة بالزهرة ليه? لان النقطة عبارة عن ايه? dot. فلما جيل خط فوقيها فما بانتش. حلو? النقطة عبارة عن dot. فلما جيل خط فوقيها فما بانتش. ازاي غير ال style? اول حاجة عايز تعرف الجدول بتاع الاختصارات. هلب على blot. هتحفظ. هلب على blot هيجيب لك جدول الاختصارات بتاع الخطوط. وبتاع الالوان وبتاع شكل النقطة. اهو. العمود الاول ده لون الخط. ال b تعبر عن blue. j تعبر عن green وهكذا. ثاني عمود اللي هو شكل النقطة. عايز النقطة o ولا عايز النقطة cross ولا عايز النقطة dot. اتفقنا لل dot ده defaultة اصلا. ال point اللي هو default. وده شكل الخط. عايزه solid ولا dotted ولا dash dot ولا dash. بكتبها فين بقى? بعد بكتب بلوت x بقى ty. بعمل كمى. تمام? وافتح اتنين كده. اهو. اكتب جواهم الاختصارات اللي انا عايز. انا عايز اللون red. وعايز النقطة تبقى cross. وعايز الخط يكون dash. الترتيب ما بيفرقش. الترتيب مش بيفرق فيهم. يعني جبت ال double dash دي قبل ال r او ال x قبل ال r ما تفرقش. المهم من الاختصارات دي تكتب وخلاص. ممكن تكتب اتنين من الهم. مش لازم تكتب التلاتة. ممكن تكتب مثلا الخط والنقطة. مش لازم تكتب اللون. تمام? لان اللون في الاخر متلا بتفرقش اللي بتبقى عبد وسود. تمام? فممكن تكتب الخط واللون. ممكن تكتب اللون والخط. ممكن تكتب اللون والنقطة بس. يعني مش مفترض. مش لازم تكتب التلاتة. انا هنا كاتب التلاتة. فهنا نعمل run. ايه. بص للوقت. القانير دي قانير فعل اختصارات دي. هل بقى على blot. هل بمسافة بلوت. هتلاقي العواميد اللي فيها الاختصارات. انا لسه كاتبها اقدمك مرتين دلوقتي. تمام? تعال انا بص دلوقتي. اللون بقى ايه? بقى red. تقرب كده. نعمل zoom. بص الخط بقى ايه? dash. والنقطة بيتعاملة ايه? النقطة بيتعاملة cross اهي. cross اهي. cross اهي. وبينهم خط dash. واضحك كده. يا رجالة. تمام يا دكتور. انا خيرت ايه. انا default اهو. مش عايز مش عايز مثلا النقطة. عايز اللون والايه? والخط بس. اعمل run اهو. النقطة مش موجودة. اللون احمر والخط داش اهو. مفيش النقطة. النقطة بقت dotted. فالdotted مش بينة. لان النقطة ايه? dot فمش بينة. يبقى احنا اخدنا كده امر plot. وازاي اغير ال style بتاع الالوان. وخدنا grid. وخدنا grid اللي هو بيعمل ايه? شكل الرسم البياني اللي موجود في الخلفية ده. تمام? طيب. ايه تاني? فيه عايز اكتب عنوان لل x axis. وعنوان لل y axis. وعنوان للرسمة. يبقى انا عايز اعمل تلات حاجات دلوقتي. عنوان لل x axis. عنوان لل y axis. عنوان للرسمة ككل. اللي بيعمل عنوان لل x axis اسمه x label. x label. تمام? اللي بيعمل عنوان ال x axis. امر اسمه x label. بكتب. بعدها بفتح قوسين واحط اتنين quotations. اللي انا عايز اكتبه. ما بين الاتنين quotations ده. اللي انا عايز اكتبه على ال x axis. يبقى الامر بالكتب كده. x label. وافتح قوسين. واعمل اتنين quotations. واكتب ما بين ال quotations دي. اللي بين quotations ليتبع قواعي التسمية. يعني بدأت برقم. بدأت بسبيس. حطت اي حاجة انت عايزها براحتك. هديها نسميها مثلا وليكن ال time. او نسميها ال time ماشي. اي حاجة. هادي ال x label هون. تعا نعمل run ونشوف. نعمل run. هتلاقي كتبها بتاعتها بص. time. كلمة اللي انت كتبتها ظهرت تحت ايه. تحت ال x axis. ماشي. نفس الكلام اللي بيعمل عنوان لل y axis اسمه y label. كابير ده. y label. ونخليها sign wave. ونخليها sign wave. تعال بص على ال y axis دلوقتي. ما علوهوش اي حاجة مكتوبة. لما اعمل run. اهو. ظهر لك على y axis. sign wave. حلو كده. ال x axis مطايم. ال y axis اسمه sign wave. ماشي. بعد كده. اللي بيعمل عنوان للرسمة امر اسمه امر اسمه. تمام? اهو. ده الامر. هكتب اللي جوة وافتح قصين وعمل اتنين كوتيشن. جوة كوتيشن اكتب اللي انا عايزه. هنسميها sign wave bloating. sign wave bloating. ونحط بص على شرطه. تمام? بص على شكل الرسمة. الاكس هي اكس هو اكس بس اللي موجودين. تعالوا نشوف التايتل لنا مع مررنا هايزه هارفين. اهو. فوق كده. sign wave bloating اهو موجود فوق اهو. يبقى انا كده. التلات اوامر بتوعي. خط امر bloat. ده بيرسم. وازاي غير style الرسمة. سواء لون او خط او نقطة. بغير تلات حاجات. اتحكم في لون الخط. اتحكم في شكل النقطة. اتحكم في الخط نفسه. هل هو في style الخط. بعد كده خط امر grid. اللي بيعمل الشبكة اللي في الخلف دي اللي هي شبه على الرسم البياني. بعد كده عايزة اعمل عنوان لل x axis. x label بيتكتب بالشكل ده. عايزة اعمل عنوان لل y axis. تمام? y label واكتب اللي انا عايزة اكتبه. عنوان للرسمة ككل اللي زهر الفوق ده. تمام? بامر title. حتى الان في مشاكل? تمام. طيب. نيجي بعد كده. لو عايز ارسم two function. يعني عايز ارسم ساين وكوزاين مع بعض. الملتبل بلوتين. ملتبل بلوتين. ملتبل بلوتين. من بلوتين. انا عايز درسم دلوقتي ال T و W. انا رسمت ال T و Y. بلوت T و Y. تمام؟ اعايز درسم دلوقتي ال T و W. ال T مع ال Y دي ساين ويف. ال T مع ال W دي كوزاين ويف. انا عايز درسم الكوزاين ويف دي بقى. تمام؟ اعملها ازاي؟ عندك حليل بطريقتين. اول طريقة بعمل ايه؟ واحد يقول ليه تبا نعمل بلوت تاني. نعمل بلوت تاني. T و Y اه بلوت T و W. T و W المرة ده. ونخلي الخط مثلا blue. والنقطة cross. يبقى ريت داش هو الايه الساين ويف. البلو الكروس. يعني اللون blue. والنقطة cross. ده هيبقى ايه الكوزاين ويف. تعال نشوف ايه هيحصل. لو كتبت بالمنظر ده. هو رسم الكوزاين بس. ومسح حتى ال X label ومسح ال Y label. يعني كأنه ايه؟ مسح كل اللي فوق ايه ده. كل الاومر دي كده ما تنفزتش. اتمسحت. لو جيت بص كده. بلوت T و Y يعني بلوت الساين ويف. الساين ويف مرسومة؟ لا مش مرسومة. طب ال grade معمولة؟ لا. ال X label معمول? لا. ال Y label معمول? لا. التايتل موجود? لا. هو عمل ايه؟ ما تلبي هنا؟ ما تلبي نفي السطور. عمل بلوت. ثم عمل grade. ثم عمل X label. ثم نفذ Y label. ثم نفذ study. جي بعد كده روحت انت اقل له بلوت. فبلوت عمل ايه؟ كأنه مسح الشيط الاولاني. وبدأ واحد جديد. فراح مسح كل الاومر اللي فوق دي. فلازم في حاجة missing هنا اعملها عشان انفذ مالت ببلوتنج. يعني رسمتين على نفس الشيط. on the same sheet. بعمل ايه بقى؟ بكتب امر اسمه hold on. hold on. hold on. hold on. hold on يعني ايه؟ احفظ اللي فات. ما تمسحوش. ونفس فوقي ده. hold on. دي اول طريقة. تمام؟ احفظ اللي فات. ميسود وان. تمام؟ hold on ده. فhold on هيعمل ايه؟ هيسبت الرسمة القديمة احنا وزاوة hold on لما كناش كان بينه hold on كان ايه اللي حصل؟ مسح القديم خالص؟ ونفس دي وخلاص. لأ. hold on هيعمل ايه بقى؟ هيسبت كل القديم ده. ويرسم فوقي. ويرسم فوقي. تعالي اعمل رانج كده؟ اهم. ما مسحش القديم دلوقتي. الاحمر. الداش ده ساين ويف. تمام؟ بعد كده عمل hold on احتفظ بالقديم وحط فوقي الكوزاين ويف. الناس معي؟ تابعين؟ محطة ده. محطة ده. محطة ده. يبقى انا لو عايز اعمل ملت بلوتنج يعني رسمتين او تلاتة او اربعة او خمسة فوق بعض. اول طريقة hold on. حلم؟ طب لو عندي لسه كمان مثلا كمان رسمتين كمان يبقى انا عايز ارسي ماربع رسمات فوق بعض. اعمل بقى كل مرة hold on. لا هي hold on مرة واحدة بس. لأي عدد من الرسومات. يعني لو عندي اربع رسومات فوق بعض. باكتب بلوت الاول رسمة. واعمل hold on مرة واحدة بس. واكتب بلوت الرسمة التانية. بلوت الرسمة التالتة. بلوت الرسمة الرابعة. يعني لو عايزين نعمل مسلا ساين في كوزاين. بس مشكلة ممكن تبقى بتاعها. الاي ساون. نعم. او كده حردتك على محور Y. اللي هي بتاع الدلة الكون. ومكتوبة فوق بتاع الدلة. قصدي مكتوبة بتاع الدلة الصين ومكتوبة فوق بتاع الدلة الصين. فكده حردتك. ده كتابة انا كتبها بس اهي. دي كتابة اهي. يعني لو عايزين نعمل. لو عايزين نعمل. هنكتب بس ازبر علي. ايه. 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 عادي الوايف. عشان الكلمة احنا ايه دوقتي بقى ايه شغالين. مالطب البلوتين. طيب. الاين سابعة. او هنا ماشي. المشكلة هنا طيب. دوت في. دكتور. نعم. في دوت. ايه 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 انا عملتها. الواي بتساوي ساين تي في كوزين تي. تمام. دلوقتي انا عملت ايه? واي. ساين ودابيو كوزين وإيه ساين في كوزين. ماشي? لسه الايه ما رسمتهاش. انا عايز ارسم رسمة ثالثة. مش هعمل هولد دون. هولدون بتكتب مرة واحدة بس. هولدون بتكتب مرة واحدة بس. ونعمل دية. اه ماجينتا. ونعملها. داش دوت. والخط داش دوت. الام دي ماجينتا. اللون ماجينتا. هتشوف اللون من ماجينتا دلوقتي. والخط يكون داش دوت. يبقى انا هارسم ساين وكوزين. وصاين في كوزين. اهم. الناس شايفين? انا رسمت كده تلت رسومات فوق بعض. يبقى اي ان كان عدد الرسومات. انا بعمل هولدون مرة واحدة بس. شوف يا سيدي. الريد مع دابل داش دي الصين. الريد مع دابل داش دي الصين. البلو مع الكروس دي كوزين. الماجينتا اللون اللي هو الايه? البنفسيجي ده. مع خط ده اه داش دوت. او بص لو زومت على الخط هتلاقيه داش دوت داش دوت داش دوت. تمام? دا صين في كوزين. يبقى انا اي ان كان عدد الرسومات. عايز اعمل خمسين رسمة فوق بعض. هي هولدون مرة واحدة بس. بعد اول بلوت. هولدون مرة واحدة. بعد اول بلوت. ماشي? معايا? انا محبش اعمل دي كده. انا دايما بعمل ايه? بعمل المنظر ده. بلوت. بعد كده هولدون. ارسم الخمسمائة رسمة اللي عايزهم. وفي الاخر بقى ايه? الجريد. الاكس لابل الواي لابل التايتل. يعني انا بحب امشي بالترتيب ده. اعمل بلوت. بعد كده هولدون. وحط البلوت انجلي انا عايز ارسمه كله تحت بعض. في الاخر بقى ازبط شكل الرسمة. الجريد. الاكس لابل. الواي لابل. التايتل. عايز. افضل. عايز ارسمك بس شوية. عملت الكتبت هولدون بس بيزلي رسمة واحدة من الثلاثة. مش بيزلي التلاتة. ولا ما كانش راضي يظهر الاتنين برضه. اعمل هولدون بالمنظر ده. هولد مسافة اون. بعد اول بلوتينج. بعد اول بلوتينج. يعني تعمل بلوت الاولانية ما تعملش هولدون في الاول. ما تكتباش قبل البلوت. لازم تكتب امر بلوت الاول وبعد كده بعد اول كلها تعمل هولدون. انت غريب اراعكسهم. انا كتبت هولدون بعد التلاتة بلوت. لا. بعد اول بلوت. لو سمحتم محدش يجول. وهو ده مشكلتكو. هي مشكلتكو. البرمجة هي طريقة معينة. انت كانت تلاتة بلوت وروح تعمل لي hold on. المتلاب ما بيفهمش يا هندسة. تعال بص كده انت عملت ايه? انت بالزبط عملت كده. انت عملت كده. مشكلتنا ان احنا ما بنفهمش المتلاب بيتعامل ازاي? المتلاب ما بيفهمش. المتلاب عمزها الطفل الصغير. بينفز اللي انت بالدهول. احنا اتفقنا. لو عملت بلوت. وعملت بلوت تانية. هيمسح القديمة ويحط الجديدة طالما ما فيش hold on. صح? الناس معايا اي تفاعل لو سمحت? ايه محردك. اتفقنا المتلاب. بيقرأ سطور. بينفز سطر وصم ينفز السطر اللي بعده. لو عملت بلوت. تمام? وروح تعمل بلوت مرة تانية. فيمسح القديم ويحط الجديد. تعالوا بص دلوقتي طريقة قناة المتلاب. هيعمل السطرة عشرة. هيعمل بلوت للصين. بعد كده يقوم مسح الصين وعمل كوزين. ما انت ما قلتلوش hold on? بعد كده يقوم مسح الكوزين وعمل الصين في كوزين. بعد كده يعمل hold on. هيعمل hold on لايه? ما هو انت مسحت كله وديه المتبقية عندك بس. ديه المتبقية بس. فعملت hold on. hold on لايه بقى? انت مسحت كل الرسومات ووصبت اخر رسمة بس. بعد كده بتقول له hold on. hold on لي ايه? هو ما تلاب مش زي ما انت عايز بالزبط. فالترتيب مهم. احنا بنحطش من عندنا وخواه ما بتدبش وامور وخلاص. hold on بتتكتب بعد اول بلوت. حط تحتها اي عدد من البلوت انت عايزه بقى. يبقى لازم hold on بعد اول بلوت. بعد كده حطوا خمسمية بلوت تحتها مفيش مشكلة. كده تشتغل. لان انت كده فهمت لما تلاب اهو. رسمت بلوت. قلت له hold on يعني ايه? سيبي القديم على وضعه. حطه في ايه. حطه في ايه. بعد كده اعمل grid اعمل x label اعمل y label. فتطلع لك رسميتك مظبوط. لكن ما تحط ليش hold on في الاول. ما تحطهاش في الاخر. غلط. معايا? هي grid اللي بتاعتها معايا. الايه? grid. grid اللي بتعمل الخلفية اللي هي ايه? اللي بتعمل الخلفية. هيبص كده الخلفية بيضة. انت عايز تعمل الخلفية المسطرة زي تستير الرسم بلاني. اه تمام. باباعمل grid. هي واضحة من اسمها الشبكة. بيعمل اللي هي الخلفية المسطرة دي. تمام. تمام? x label بيعمل عنوان لل x axis. y label بيعمل عنوان لل y axis. تمام? بعد كده عندك title بيعمل عنوان للرسم. طريقة كتابة الاوامر بالمنظر ده. حلو. عايز اكتب على كل على كل كرف بقى. يعني عايز اكتب على دي على الاحمر دك صين. عايز اكتب على الازرق دك كوزين. عايز اكتب على المجينتة ده او البلافسيجي ده. او البتاعة ده. عايز اكتب ايه? صين فو كوزين. اعملها ازاي? او خلينا الاول قبل دي. نكمل الاول الطريقة التانية. لسه ما كملناش اللي هو المالت في البلوتينج الاول. احنا قلنا المالت عشان ارسم كزا رسمة فوق بعض. عندي طريقتين. اول طريقة hold on وبكرر تاني. بعد اول بلوت. تمام? دي اول طريقة. الطريقة التانية. يعني لو عملت كده فجر. واحد. ماشي. وخط دول كلاكوبي. انا كده. بس. فجر اتنين. فجر واحد ده يترسم دلوقتي. هورهو لك. هتلاقي مكتوب عليه فجر واحد. امر فجر ده بيعمل ايه? بيفتح اتنين شيت بس. بيفتح هدد الشيس اللي انت عايز. هوريك دلوقتي. تمام? طيب اول المسود قولنا بطريقة hold on وبتتكتب فين تاني بعد اول بلوت. ماشي? ماشي? ماشي؟ ماشي؟ طيب روان حامد روان حامد موجودة نفسي معاني ايوه ايوه دكتر روان حامد طيب احمد رفاعي رمضان بايز جدا احمد مهدي محمد عب عظيم معك يا دكتر ماشي يا مهدي احمد هشام طاه معك يا دكتر ارساني ميخايل احمد يحيى فوزي احمد هاني سعيد احمد هاني سعيد احمد هاني سعيد ايه صلاح ايه صلاح محمد ايه ايه مع حضرتك حازم ايمن ايه حضرتك هدو عمر نبيل عبد الوهاب مع حضرتك هدو مع حضرتك رولوس رضا جاد ايه ايه مع حضرتك هدو محمد السعيد عسا مع حضرتك هدو محمود ايمن مع حضرتك هدو طفع اسامة محمد مع حضرتك هدو من وقت الالتاني هعمل التلاتة اللي خدت اسامينهم دول انا هنفخهم روان حامد احمد رفاعي احمد زيني سعيد محمد شير جايز على البقى دكتور احمد رفاعي بقول لك مش عارفين بفتح الماء بعتلك رسال اول من انت بعتلك رسال اول من اده مش شايف اشي طيب ماشي خلاني شوفه في الاخر مشكلة خلاه في الاخر انا احمد رفاعي ده بقى هشوف النسانة بتاعته في الاخر مش عارف يفتح المايك ليه معايشش يعني الناس اللي بقى جأزة بمايك بعد كده مايبقى فيه تفاعلات يفتح من كمبيوتر يا دبت يفتح من الموبايل بسيطة جدا موضوع من الصعب انت وبعالها على دكتور روسو بعد الامر انت والشاشة بتبقى صغيرة دكتور انا نكمل نوقف كلام نوقف كلام اول طريقة طريقة نقول تاني بيتكتب بعد اول بلوت عشان محدش يكتبها تحت او فوق اكتب كلمة بلوت اول واحدة بعد كده اعمل hold on احط خمسمائة بلوت تحتها مش بقى يبقى عندي خمس رسومات واحد يعمل لي بعد كل اسمها hold on هي hold on واحدة بس لأي مجموعة من الرسومات مكانها فين بعد اول بلوت حلو دي الطريقة الاوانية ميسود وانا الطريقة التين ساعات بتلوى في الامتحان الطريقة التائبة ازاي يرسم without using hold on من غير ما استخدم hold on من غير ما استخدم hold on اصلا ازاي يرسم وزاوة using hold on دي باكتبها هنا كده بلوت تي وواي كومة نصف ان هعمل ايه بلوت تي وواي خلاص بلوت بعيكاتي ودابيو وناخد الايه البتاعة بتاعت كومة تي و ايه وناخد بتاعت دي الطريقة التالت التانية ما بين كل طريقة والتانية كومة اهي بص كده كده ما عطش محتاج دول بقى دي وزاوة hold on بلوت تي وواي والستايل بتاعه بلوت تي ودابيو والستايل بتاعه بين كل واحدة والتانية كومة بلوت تي و اي والستايل بتاعه بلوت تي وزاوة hold on انا في الامتحان هوضح لك هقول لك باي يوزنج hold on ولا وزاوة يوزنج hold on فانت في الامتحان لو انا وضحت لك لازم تعمل بالطريقة اللي انا بقول لك عليها تمام لكن لو ما وضحت لكش عندك الطريقتين اهمت الاولانية وزاوة يوزنج hold on والتانية وزاوة يوزنج hold on بعملها ازاي جوه امر بلوت نفسه بلوت تي مع واي واعمل الستايل بتاعه ثم تي مع دابليو ثم اعمل الستايل بتاعه ثم تي مع اي الواي دي اللي هي الصين الو دي اللي هي الكوزين ال اي اللي هي صين في الكوزين تمام تعالوا نبص كده ونشوف بالمرة امر figure امر figure ده بيعمل ايه امر figure هيفتح لك اتنين sheet اهم بص كده هتلاقي مكتوب فوق figure واحد و figure اتنين عشان تعلمهم من بعض ده امر figure بيفتح لك اتنين sheet ده مكتوب عليه ايه في من فوق figure اتنين ده مكتوب عليه ايه من فوق figure واحد لو جدت كارنة two figures ببعض هما متطبقين فالطريقتين زي بعض بتطلعوا نفس الشكل بالظهر بس اللي معمول ب figure واحد ده معمول بhold on figure اتنين معمول وزاوت hold on واضح كده يبقى احنا خدنا ازا يرسم وزاوت وامر figure ده بيعمل ايه وامر figure ده بيعمل ايه figure بيفتح اتنين sheet figure واحد figure اتنين figure ثلاث لو عايز اعمل figure ثلاثة اعمل figure ثلاثة هيفتح لي ثلاثة sheet انا هنا فاتح اتنين sheet figure واحد اللي هو with hold on اهو ده اللي هو ده بيطلع الرسمة دي بعد كده figure اتنين اللي هو without hold on اللي هي الرسمة دي جنب بعض اهم figure واحد و figure اتنين الاثنين متطبقين بالظبط يبقى ازاي ترسم multiple bloating with without hold on with without hold on اي طريقتين لتنين صح ساعات انا بقولك في الامتحان اقولك مثلا blood عندك multiple bloating without using hold on وارجع اقولك مثلا او اقولك مثلا ايه using hold on لازم تعمل بhold on وقتها لكن لما وضحت لكش قلت لك مالت بلوت وخلاص برحتك بقى عايز تعمل بhold on ماشي عايز تعمل وزاوة hold on ماشي تمام كده طيب عايز اكتب على الرسمة بقى عايز اكتب على اي رسمة فيهم فانا اشتغل على ايه على بلوت على figure واحد عايز ارسم على الازرق ده كوزين على الاحمر ده صين على المجينة ده صين فو كوزين تتكتب ازاي بقى عايز اكتب على الرسمة عشان اللي يفتح الرسمة يبقى فاهم اين ده صين ودي كوزين ودي صين فو كوزين تتكتب ازاي عندك برضو كزا طريقة انا شغل على figure واحد ماشي في امر اسمه تيكست امر اسمه تيكست طبعا ده امر عقيم بس خلينا نشوفه الاول خلاص نقفل figure 2 انا اشتغل على figure 1 دلوقتي انا عايز اكتب على الرد خلان اختار ابعاد امر اسمه بتكتب ازاي الابعاد في ال x axis وال y axis ثم انا عايز اكتب ايه بمعنى تعالى نشوف مثلا انا عايز اكتب على الرد ده عايز اكتب فين في المنطقة دي عند ال y ب 4 من 10 و x ب 2 و 7 من 10 يبقى اكتب اتنين و 7 من 10 كمى y 4 من 10 كمى عايز اكتب ايه عايز اكتب صاين عايز اكتب صاين النقطة دي من اللي عندو بقش ال y board عندي بعفية شوية تمام انا هكتب عند الحت عند النقطة دي بالزبط اهي ال x ب 2 و 7 من 10 وال y ب 4 من 10 بكتب الابعاد اللي انا عايز اكتب عندها والكلمة اللي انا عايز اكتبها تمام بتعمل run على figure 1 مش عايزين figure 2 في حاجة اهي كتب لك في الابعاد اللي انا عايز عندها كتب لك كلمة صاين اعمل نفس الكلام هدودت نقطة من الفجر يا دكتور صاح من الفجر اه تمام اعلم على اي نقطة في figure شوف المكان المناسب يعني نعمل الصين هنا مثلا الكوزين هنا الكوزين عند y مثلا ب 6 من 10 ال y 6 من 10 ال x ال x 5 من 10 كم لحظة نجيب هنا ماشي ال y 6 من 10 وال x 5 و 3 هو لازم اعمل الامر عشان اعرف حدد الافضل تكون عامله بس كده او كده الامر ده مش هحتاجه كتير خلاص عشان نمتخياني مثلا بس بعلمك الامر عند x ب 5 من 10 x ب 5 و 3 و y ب 6 من 10 و y 6 من 10 x 5 و 3 هو امر عقيم مقوي يعني كزين اعمل 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 مش عايزين فيجر اتنين فيجر واحد اهو كتب لك عند الابعاد اللي انت عايزها كوزايد نفس الكلام على الماجينتا ده اختار برضو اي بعد اي بعد واحط عنده اربعة من عشرة x تسعة وتنتين اربعة من اربعة واربعة اربعة من عشرة واربعة كم نكتب فوق هنا كده او او هنأ هنا ماشي هنا y ب 4 من 10 و x 25 x 4 25 y y 4 10 هنكتب sin في كوزين صين في كوزين نسيب لك من فيجر التحيش أغير على فيجر واحد كتبت على كل رسمة كلام بتاعه ده حل طبعا ده الحل التئيه ده الرخم ماشي يبقى أمر تيكست بكتبه ازاي تيكست الأبعاد اللي عايز اكتب عندها كإكس وواي والكلمة اللي عايز اكتبها كلمة اللي عايز اكتبها الأمر التاني الأسهل منه أمر جي تيكست أمر جي تيكست هنزيد ده كده هنعمل بس دول كده ايه كومنت عارفين الكومنت يو اللي مش عارفينها لا يا دكتور عارفينها 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 ايه وديت تكتب بعده عشانك كده كده لغيت الأمر لما بعمل كومنت كده ده بيبقى كإني ايه اليوزر اللي بيقرى بس الشيط ده كلام كإني بكتب كومنتات كده كومنت فالكومنت ده ما بتقريش مع مع الرن فانا لغيت الأمر كده يعني لو عايز الغي أمر من غير ممسحه عشان برضو لو حبيت تعملها في الامتحان مثلا انت عندك أمر كتبته أمر كبير وعايز عايز تلغيه عشان ما يظهرش في الرن بس في نفس الوقت خلص تمسحه وتنساه فتعمل ايه تقليبه كومنت اهو تعلم عليه كده رن عايز تلغيه اعمله كومنت كده كده كأنه هو كأنه موجود ومش موجود هو موجود قدامك ما تمسحش بس لما اجي اعمل رن المتلمش هيبصله أصلا تمام فده حل كويس عشان ما تمسحش الأوامر لما تخلص بقى وتأكد من ايش حالك صح امسح ان انت عايز تمسحه بقى خلاص لك كان عندك أمره ومش فاكر بقى ايه او كلام كتبته كتير وخاف يكون غلط او صح او عامل لك مشكلة ومش عايز تمسحه وعايز تلغيه يعني من ايه من البرنامج بس مش عايز تمسحه تعمل كومنت اتفعل كومنت طيب الامر التاني بقى الاسهل شوية جي تيكست جي تيكست احسن من تيكست ليه جي تيكست اما بيحتاجش أبعاد مال جي تيكست بيعمل ايه جي تيكست بيفعل الماوس بمجرد تعمل رن هيفعل لك الماوس انا بس نلغي ده كمان مش عايزين فيجر اتنين في حاجة دلوقتي نشغلين على فيجر واحد جي تيكست بيعمل ايه ده احسن من تيكست لو لاحظت في جي تيكست انا ما كتبتش أبعاد كتبت الكلمة اللي عايزة ايه اكتبها فقط جي تيكست بيعمل ايه بيفعل الماوس تتحرك بالماوس تحط الكلمة مكان ما انت عايز اهو اعمل رن بص بص شايف الماوس بتحرك معك او عايز تحط كلمة سين فين هنا فوق كده هنا اهي طيب نعمل نفس الكلام مع الكوزين ونفس الكلام مع سين في كوزين يبقى هنا كوزين وهنا سين في كوزين انا عامل ثلاثة جي تيكست احت بعض هيفعلك ثلاثة ماوس تقورة بعض بس تبع يعرف الاولين سين التاني كوزين التالت سين في كوزين اهو اعمل رن هيفعلك الماوس الاولية كن السين السين اللي هي الحمراء دي فان في الكم заين الكوزين اللي هي الزرقة دي السين في كوزين اللي هي الماجينتا دي اهو فده اسهل من تيكست حلو يبقى امر جي تيكست احسن من تيكست انا كيبت تلاتة جي تيكست تحت باع فعلي تلاتة ماوس احط اول ماوس احط تاني ماوس احط تلات ماوس واضحة كده يا جماعة امر جي تيكست هو الافضل من تيكست والامرين قدامك دلوقتي بس في واحد متفعل وواحد لا واضحة طيب فده الحل التاني يبقى انت عندك اول حل اللي هو امر جي تيكست وده امر عقيم متوجعش بمامك بي يعني بس بعرفه ربما تحتاجوا بعد كده الامر التاني اللي هو جي تيكست الامر التاني اللي هو جي تيكست طيب التالت بقى الحل التالت ده برضو هايه هلغيم التفعيل دلوقتي هعمله كومنت اهو لانا مسحته وهو لسه موجود مسحته يعني مش هيتنفز بس الامر لسه قدامي تمام يبقى ده امر تيكست وامر جي تيكست اللي احسن منهم بقى لجند لجند بيعمل عنوان للرسمة تمام لجند الرسمة الاولانية اول بلوت عندك اول بلوت عندك ده كان ايه ساين تاني بلوت عندك كان كوزاين تالت بلوت كان ساين في كوزاين يبقى انا هعمل لجند الاولاني ساين كومة التاني كوزاين كومة التالت ساين في كوزاين تالت ساين في كوزاين يبقى انا عملت لجند انا عندي كامرا اسمة تلاتة بترتبهم هو هيتبع الترتيب اللي فوق عشان كده لاحظ الترتيب ده البلوت الاولية ساين البلوت التاني كوزاين البلوت التالت ساين في كوزاين فهو هيمشي مع الترتيب اللي فوق اول بلوت ساين تاني بلوت كوزاين تالت بلوت ساين في كوزاين امر ليشند ده اللي هنا اعتمد عليه بعد كده بقى قصة كده لما اعمل رند اهي تحطها مكان ما انت عايز بقى تحركها مكان ما انت عايز حسب مكان الافضل لك عمل لك هو يبقى الأحمر الداش الازرق الكروس كوزين الماجينتا الداش دوت سين في كوزين ده أمر لجند يتحركوا بالماوس مكان ما انت عايز في المكان الأفضل عشان ما يطلعش محطوطة على رسمة عشان ما يطلعش محطوطة على رسمة يعني منظر كده ملاقيش حاجة عامل حد يعمل لي كده قطاف ما جاء اي مكان فاضي فالماوس بيتفعل معك أهوة تحركها مكان ما انت عايز ده أمر لجند هو الأفضل ما بينهم هو الأفضل ما بينهم احنا خدنا تيكست بيكتب بس عن طريق إحداثيات جي تيكست بيكتب عن طريق انك بتحرك الماوس وبتسقط الكلمة ما كما انت عايز لجند بيعمل زي مفتاح الرسمة كده ده الأفضل ما بينهم ده اللي بستخدمه بشكل كبير يعني ماشي معايا معاك يا دكتور معاك يا دكتور دكتور هو لو حصل وبدلت بين الثانوكزين لو ب latانة الترتيب هو مش فاهم هو أجري من الأولاني مع الأولاني اللي الثاني مع الثاني coff Yoshino ببص كده نجرب هياغن له الطبعة هو عرب منين الترتيب ده هو حسب الترتيب اللي فوق حسب البلوط الأولاني هيحط معاك كلمة الأولانية البلوط الثاني هيحط معاك كلمة الثانية لو حصل هو بدلت أهي هو هيحط لك غلط لانه هو ماشي حسب الترتيب اللي فوق اول بلوت مع الكلمة الاوانية طب دي مظبوطة ثاني بلوت المفروض كوزين هيحط معاه ايه سين كوزين ثالث بلوت اللي هو سين كوزين هيحط معاه كوزين هو ماشي حسب الترتيب اللي فوق اعمل ران اهي بص كده الازرق اللي هي المفروض كوزين قالك عليها سين كوزين وده غلط لانه هو حسب الترتيب اللي فوق حسب الترتيب اللي فوق ده فهمت تمام دكتور شكرا طب لو انا عامل وزاوة hold on لو انا عامل وزاوة hold on دفع على ده بقى كده uncomment لو انا عامل هنا تمام برضو الاولاني مع الاولاني التاني مع التاني التالت مع التالت هو ما بفهمش هو هيرتب حسب الترتيب اللي انت عامله فوق فتراعي الترتيب دي ايه دي sine بحط اول واحدة sine دي ايه كوزين بحط تاني واحدة كوزين دي ايه sine في كوزين يبقى دي sine في كوزين انا بوريك بس الشكل تاني اللي هو without using hold on هنشتغل على figure 2 اهم دي figure 2 فوق بص كده figure 2 اهم تمام فنفس الكلام لو انت شغل وزاوة hold on راعي الترتيب برضو الاولاني مع الاولاني التاني مع التاني التالت مع التالت واضحة كده نرهان كمال حسن نرهان كمال حسن واهيب حليم ايوة حضرتك دكتور محمود مبروك ايوة دكتور محمد السيد عسوي ايوة دكتور لليان روبر ايوة دكتور عمر محمد احمد حسين ايوة دكتور علي نبيل سلامة علي نبيل سلامة دكتور دكتور نعم معك احمد رفاية انا اللي كنت مش هارفة افتح المايك عشان كنت فتح من اللاب ومكنش راضي يفتح مع المايك طيب تمام علي نبيل سلامة علي شعبان ايوة دكتور رون حين ايوة حضرتك دكتور علي شعبان فلاص يا روان تمام عبد الرحمن عبد الرحمن ايه عبد الرحمن مصطفى بيومي هاشر ايوة دكتور سميحة علي يسري سميحة علي يسري قال له اول رانا فتحي خلود حمدي خلود 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 حمدي الخمد ماشي نرجع لموضوعنا يبقى احنا كده دكتور نصحو دكتور نعم نعم انا موجود من بدري واسمي ايش موجود خالص يعني اسمك ايش موجود خالص يعني حضرتك كنت بتقلب كيف سكاشن اسمي ايش موجود في مكانه انا موجود من بدري خلود حمدي طيب احنا كده اخدنا الراجع كده سريعا قلنا اول حاجة لما تيجي ترسم عندك حلين ترسم بستيب كبيرة تمام يعني عدد نقط اكتر ازاي تكتر عدد نقط تصغر ازاي تكتر عدد نقط لو انت شغال على بستيب زي كده تصغر احنا كنا عملنا في الاول بوينت خمس لأ خليها بوينت خمس او بوينت او او خمس فلو انت شغال بالستيب ديت بالانكريمنت تصغر عشان تكتر عدد النقط عشان الرسمة تطلع سموز اول افضل تشتغل بالنس بيس الانس بيس الستارت والاند وعدد النقط كل ما كترت عدد النقط يطلع لك رسمة مور سموز تمام قلنا عامر بلوت بيرسل اكس اتي على اكس اكس والواي دي على الواي اكس وازاي غير الديفولت ازاي غير قصدي الستيل عشان تجيب جدول الستيل هلب على بلوت انا برايجع تاني معاك اوه هلب على بلوت هيجيب لك جدول الستيل ما لديش محتاج تحفظه اهو الجدول اهو اول عمود ده اختصارات الالوان تاني عمود ده اختصارات شكل النقطة تنية عمود ده اختصار شكل الخط او الستيل بتاع الخط تمشي؟ طيب. دكتور. نعم. يا دكتور. ايوة مين? انا هنا بس اللاب عندي كان فيه مشكلة بس. سميحة. ايه? سميحة. اوكيه. تمام. نعم يا دكتور? خلاص تمام شلت اسمك تمام. انا بس بعديها المرة دي. ما هندي بعد كده مش هلاقي هطير. انا بقول عشان اول مرة والناس بتعود اتنام. تمام? انت وحظك بقى اتنام بقى وانت وحظك يجيبك بقى اسمك ما يجيبش اسمك براحتك. عايز تنام نام. طيب. قلنا بعد كده. لو عايز اعمل كزا رسمة فوق بعض. بعملها بطريقتين. using hold on. فبكتب hold on بعد اول بكتبها مرة واحدة. ايا كان عدد الرسومات اللي هرسمها بعمل hold on مرة واحدة بس. تمام? وحط البلوطس اللي انا عايزة زي ما انا عايز. تمام? وزا وت hold on اهي. تي وواي. ثم تي و دابيو واكتب الستايل بتاعها. ثم تي و اي واكتب الستايل بتاعها. بالترتيب ده. خدنا امر جريد اللي بيعمل الشبكة الخلفية اللي هي شبه الرسم بياني. اكس ليبل بيكتب عنوان لل اكس اكسس. واي ليبل بيكتب عنوان لل واي اكسس. تايتل بيكتب عنوان للرسمة ككل. بعد كده خدنا امر فيجر. اللي بيفتح شيت باسمه فيجر واحد. بيفتح شيت اسمه فيجر اتنين. بعد كده خدنا امر تيكست و ده امر عقيم شوية. انه بيكتب الكلمة في المكان اللي انت عايز واستاذ انت حدد له الاحداثيات. وقلنا الافضل منه جي تيكست. انه ما بتحتاجش احداثياته وبيفعل لك الماوس. وتحط في الكلمة مكان اللي انت تشاول عليه بالماوس. وقلنا بعد كده امر افضل منهم الاتنين. بكتب التر بكتب ترتيب الكلمات بترتيب البلوت. انا عامل اول بلوت السين. ثم تاني بلوت كوزين. ثم تالت بلوت سين في كوزين. يبقى انا لازم اكتب الترتيب بتاع الاسماء بنفس الترتيب ده. لو انا عامل وزاوة زي كده نفس الكلام. اول اول واحدة سين. يا دكتور. تاني واحدة كوزين. تالت واحدة سين في كوزين. فضالي. يا دكتور حدود لك ما دعت على اسمي وانا طلعت ودخلت تاني عشان المياه كان قافل. قلود? اي. ماشي. المرة دي فقط. ماشي يا دكتور. مفيش مشكلة. تمام. فده امر الناس معي كده حد الان. ممتاز. اي محدود. تمام جده. نيجي بعد كده. امر اكسز. امر اكسز. خلاص بقى ايه ممكن نلغي حاجة? مش عايزين فيجار اتنين دلوقت. شوف انا برضو بعلمك حاجات كده. لو انت في الامتحان. وعايز تخلي حاجة البتلاب ما يقرهاش. بس في نفس الوقت ما تمسحهاش. علم على اللي انت عايزه كله. كليك يمين. اعمله كومنت. كده دول مش هتعملهم رن. موجودين بس مش هتعملهم رن. مش هتعملهم كده يا دكتور. ماشي انت في الاخر قبل ما تطبع. ملاش نبي تديق المخ ده. انت في مرحلة انك بتجرب. خلاص تمام. هتطبع. امسح اللي ملوش لازمة. مش محتاجة فهمك دي كمان يعني. يا ما تدقش مخك انت مهندس بالله عليك. انا بقول لك وانت بتجرب. وانت بتجرب. في حاجة مش عايز تمسحها. تماما بس مش عايزها تتنفذ. تعملها ازاي. خلصت وتمامت تمام وكله تمام وهتطبع. امسح اللي ملوش لازمة. طيب. نيجي بعد كده. الاكسيس بقى. امر اكسيس. بص كده. بتحرك قلنا بالماوس تحطه ما كم انت عايز. ماشي. لو جيت بص كده هتلاقي الايه? الرسمة بتاعتك لزقة في اول ايه? الخط من فوق. الكيرف من فوق. ومن تحت. يعني الشيب بتاعك هو بدء من سلب واحد لحد واحد. الرسمة بتاعتك بدء من عند واحد بالزبط. ونزل لسلب واحد بالزبط. يعني حدود الرسمة. الاطباعة بتاعتك لزقة في الرسمة بالزبط. لزقة في البوكس بتاع الرسم. البوكس اللي هو الخارجي اللي بيحدد الرسمة ده. الرسمة بتاعتك اللي انت حطتها لزقة في اطراف البوكس. عايز تعدل الاكسس. يعني ايه عايز اعدل الاكسس؟ يعني انا مش عايز ارسم من واحد لسلب واحد. انا عايز ارسم من اتنين لسلب اتنين. يعني كوي اكسس. الواي اكسس انت شايفه ده. الواي اكسس. انا مش عايز ارسم من حدود واحد لسالب واحد. لأ انا عايز ارسم من اتنين لسالب اتنين. ده ك eyex اكس. ك eyex الاقسة. ك eyex الاقسة انا عايز ارسم مثلا من سالب واحد لحد تمانية. من سالب واحد لحد تمانية. يبقى ثاني انا عايز ارسم ايه? the eye axis من سالب اتنين لحد اتنين. الاque, the eye axis من سالب واحد. الاكس اكسز لو جدت بص من صفر لسبعة. الاكس اكسز من صفر لحد السبعة. طب انا مش عايزه من صفر لسبعة. انا عايزه من سالب واحد لحد ثمانية. مثلا. بعملها ازاي? بامر اسمه اكسز. امر اكسز. تمام? وبعد كده افتح قوسين. وجوه قوسين افتح اقواس اللي هم عدال والجيم بتوع الماتريكس. يعني الامر بيتكتب كده. اكسز اقواس الزير والتسعة. ثم اقواس الدال والجيم. بعمل ايه بقى? بكتب اكس مينيموم. انا هكتب هنا ارقام بس انا بقولك ايه اللي بتكتب? اكس مينيموم. ثم اكس ماكسموم. ثم واي مينيموم. ثم واي ماكسموم. انا هنا هكتب ارقام. بس انا بقولك بس ايه اللي بتكتب? يعني امسح. دول بقى انا عايز الرسم بتاعتي اهل. figure-1. شو عايز figure-2 في حاجة figure-1. انا عايز ارسم كx-axis من كم لكام زي ما قلنا؟ من ثالب 1 لـ 8. يبقى انا عايز ارسم الx-axis من ثالب 1 لحد 8. هادي ال-x-axis. ال y-axis بتاعتي, عايز ترسمها من كم لكام؟ من ثالب 2 لحد 2. ببعدأ بالمينمم الاول. من ثالب 2 لحد 2. يبقى انا ببدأ بمين؟ بالمينمم اولا. يبقى هذه ال x minimum. من سلب واحد لحد تمانية. ده ال-x-axis بتاعي. ال-y-axis. من y minimum سلب اتنين لحد اتنين. بص على الرسمة قبل ما اعمل run. شايف شكلها عامل ازاي? نعمل run. اهي. بص على ال-x-axis وال-y-axis كده. ال-x-axis من سلب اتنين لاتنين. ال-y-axis من سلب واحد لتمانية. واضح امر اكسس واضح كده بيعمل ايه? دكتورو ده بيغير ال-yax-axis بس ولا بيغير الرسمة كلها كمان. اخطر بغير ال-yax-axis بس. طب لو عايز اغير مثلا اللي هو الاحدثات بتاع رسمة مثلا. يعني ايه احدثات رسمة معايش? يعني انا مثلا الاول رسمة مثلا اللي هي الصين بتبقى مرسمة من 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 كيمة لكيمة معينة. او ممكن اغير الكيمة دي كمان. ممكن تغير القيمة بقى اتغير قيمة التي. وهو انت بص فوق كده. انت بادئ من time zero. لحد اتنين buy. وهو بدألك من zero. science zero بزيرو. فهمني ايه? بقى انا اريد انت تغير قيمة التي ما انت عشان تغير احدثاتي ما انت بتغير رسمة اصلا. الله ستمنى. بتغير ال-yax-axis ترسم عليه اصلا. فاهم الناسة. دكتور فائدة العمر دوت انه بس بيظهر في البروت اللي عمد في فترة محددة. بعدل قيمة ال-yax-axis مش فترة. انا بعدل ال-yax-axis. فاعدل ال-yax. فبقى انا عايز ارسم مثلا بدل ما برسم من سالب واحد الواحد انا عايز ارسم من سالب اتنين الاثنين. كوي-yax-axis. فهمني عايز ارسم ال-yax من كزا لكزا فانا عايز اعدلها. بيعدل ال-yax-axis. بيعدل ال-yax-axis. بيعدل ال-yax-axis. واضحة كده اظن. ده امر اكسز. تمام? طيب. دكتور. اقول. انا عرفت لما حياتي اسمي لما نكتب الحمام فماشي الاسم. اه. طيب. المرة دي فقط. اسمك ايه? احمد هاني. احمد هاني. ماشي. في الحجازي. يا حجازي. احمد حجازي. ايه يا دكتور موجود. تفيني يا عم الحاج? انا هنادي نعسك الله وانساك انت? انت في القلب يا ولدي. نعم. اقول هنادي نعسك الله وانساك انت? لا دكتور ما ديتني والله. دكتور عشايك بس انت موجود ولا? لا موجود. تماما. ماشي. ماشي يا دكتور. البلوتينج اهو اتخدنا احنا الاكسيز. الاكسيز كوري هنشوفها دلوقتي. hold on وزاو تهولد on. بوم 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 تاكست جي تاكست جريد. ماشي. البولر. ماشي السيمي لوج واللوج. لوت واي واي. اوكي. ناخد المسال ده بقى. شروع دفرانت واي اكسيز. ماشي. نميكير ده اللوال ايه. البرونوميا الخلاص. ديت ماشي. اكسترا كعيب. العمود الاولاني. خلال نرسم دي. ماشي. ناخد دول. انت عندك فونكشن. برسوه من كم لكم ديت. من سالب ستة لحد ستة. استيج واحد من عشر. ماشي اوكي. بص اسيدي. الناس شايفة الكتاب ده. عندك اتنين فونكشن. اف واحد. و اف اتنين. مطلوب منك ترسم الاتنين دولات. اون زا سيم جراف. على نفس الرسمة. اون زا سيم فيجر. هنرسم الرسمتين دول. ما حددت لكش او وزا وتهولد اون. فاشتغل براحتك. دلوقت انت مطلوب منك تعمل الرسمتين دولات. على. عالسيم جراف. نمسح بقى كل العقل اللي كاتبينه ده. ونفتح واحد جديد. clear. شوف انا ممكن اكتب الاومرت جنب بعضها كده. CLC. مش نازم clear all يعني. عادي. و close. close بيقفل اي فجر مفتوح. من دلوقت اني احتاج close لان ال close بيقفل اي فجر مفتوح. انا كنا بنعمل clear و CLC وخلاص. تمام? طيب اول حاجة step time. الاكس. الاكس بكام? الاكس بنزيره لحد step 1 من 10 حد 6. الاكس هتساوي. من 0 ولا بنسالب سالب 6. step 1 من 10 الى 6. ماشي. عايزين نرسم نكتب F1. function الاوانين. X تربيع plus X plus 1. F1 تساوي. X تربيع. plus X plus 1. صح كده؟ عاش لي عاقواس يا دكتور ولا منفلقش؟ اكواس انت عندك جامع وطرح جامع واسس. اولوياتك ايه؟ القس قبل الجمع. فما مش محتاج اقواس. لان كده كده هينفذ اكس تربيع الاول. بعد كده يجمع عليها اكس. بعد كده يعمل واحد. عايز تعمل الاقواس صح. بس مش دي الغلطة. الغلطة ان انت عندك ايه. فيكتور تربيع. ينفع فيكتور تربيع. لازم ضط. ضط بعد الاكس. الزط. ماشي. اف اتنين. هتساول. اكس تكعيب بلس اكس تربيع بلس اكس مينس عشر. اكس تكعيب بلس اكس تربيع بلس اكس مينس عشر. اكس تكعيب بلس اكس تربيع بلس اكس مينس عشر. وهي دي الحاجة التانية. طيب مبدئيا وخب بالك من الحتة دي. احمد هاني سعيد. دكتور. ماشي. بقى لك من الحتة دي. حاضر ايه. هي ايه. في اوامر البلوتنج في الاغلب ما بيبقاش مطلوب اوبوت. في الاغلب ما بيبقاش مطلوب اوبوت. يعني بنتبع الايه. السكريبت والرسمة. في اوامر البلوت او برامج البلوت. في الاغلب. بنسبة تسعين في المية. بنطلب منك البرمجة اللي هي السكريبت ده. فبتتبع السكريبت. وبتتبع الرسمة. ما بقاش في كماندو ويندو يعني. تمام. ما بقاش في كماندو ويندو. اهم حاجة السمي كولوم دي. بتعملها. عشان لو في اوبوت. ما لقيش طالع لي كل الحاجات دي. ما تيجي ران كده. احط باي اسم مش فرقة. اهو. الا عندك ايه كلام ملوش اي لازمة وملوش داعي. بلا واحد طبيع لي خمسين ورقة. الناس اللي كان بيقول الجهاز بيهنج. في برضو جزء كبير من اللي هو البيهيفيور بتاعك على الجهاز نفسه. الاجهزة مش ضعيفة. هناك في اللاب. بس في جزء كبير البيهيفيور بتاعك انت. واحد زي كده رح عمل اوبوت رح طبيع لي المنظر ده. وطبيع لي خمسين ورقة. والله يا دكتور الاجهزة داعي. ازاي ورح عمل خمسين ورقة بل برينتو هنجت. طب سمحت ما تقطعنيش. محدش قال اجهزة عظمة. بس انا بقولك ان في جزء كبير من التهنيج والقرف اللي بتقابلوه. البيهيفيور بتاعك انت. بتعامل بتاعك انت مع الاجهزة. وده اللي قلت عليه في الاول. ماشي احنا ممكن نقول ان فيه اجهزة بتهنج فعلا. بس في جزء عليك. اعمله اولا. اللي هو ايه. الحاجة اللي مش مطلوبة رجاء اخفيها. احطها كده في ودنك. وركز فيها كويس. الحاجة اللي مش مطلوبة اخفيها. انا طالب منك قيمة F1. قيمة X. قيمة F2. لا انا طالب منك رسمة. ايه ايه. مش مطلوبة من هنا الاخر السنة. ايه 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 مش مطلوبة اخفيها بسيكلوم. جميل. لو مطلوب منك قيمة X. ولا مطلوب منك قيمة F1. ولا مطلوب منك قيمة F2. طيب. لطا. مطلوب منك ترسم بلوت. اعيز ارسم X مع F1. و اكس مع اف اتنين على السيم جراف. اعملها ازاي? نعملها و ازا وتهولد قد اعطوه. و لوت. اكس و اف واحد. تمام? ونعمل بتاعها. نعملها رد دابل داش مسلا. رد دابل داش ماشي. هما اكس و اف اتنين. ونعمل الستايل بتاعها. بلو سولد. والنقطة اكس. جميل. واعمل جريد. واعمل رن. في غلطة. حدا كان. في اتنينكم هادو. ايوة في اتنينكم. بس انا عندي الا 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 كيبورد بعافية شوية. هدي اخرة اللي يجيب لاب لنوفو. طيب. الاول برضو في ايه. الايه? الاول برضو في اتنينكم. انا ايوة. انا الكيبورد دا عندي محتاج كيبورد خارجية بصراحة. روما اللاب جديد. بس الكيبورد ضربة. بتهنك. ما علينا. تمام. ادي رسمتين بتوع. خلاص بقى تعرف تعمل اكس وي لابل. تعرف تعمل وي لابل. تعرف تعمل لجند. تمام. هقولك على حركة صيعة كمان شوية. تمام. بس الحاجات ادي مش هعتبر بيها. لانك انت في برمجة. فلازم كل حاجة موجودة على الرسمة تبقى مكتوبة في السكريبت. بس هل ممكن تعرف تعمل كل حاجة من غير ما تعمل السكريبت ممكن. تمام. هي زي انسيرت لجند. شايفين انسيرت لجند. هيعملها لك من غير وجع دماغ. طبعا كتب لك data و data. هعرفك برضو تعملها ازاي? تعديلها ازاي? double click عليها عدلها. اهي. سمي دي اف واحد. و double click على تحت دي سمي دي اف اتنين. الله طبعا الموضوع سهل لها دكتور امور انت عارفنا ليه? من غير script خالص. insert legend. بعد كده اكتب على ايه? دي كل حاجة ممكن نعملها كده يا دكتور ولا هو امر تفست بس? لأ مش هنعملها كده. ليه بقى? اي حاجة موجودة على الرسمة. اللي هاش reference هنا في ال script مش هعتد به. طب ليه الرخامة هي مش رخامة? انا بقى السعادة كتتعلم. بعد ما تتعلم بعد ما تخلص الكورس ده اعمل اللي انت عايزه. بس طول ما انت في الكورس انا باعلمك. اي بقى تلتزم بالاسلوب بتاع التعليم. لان لو سبتك تعمل بالحتة دي. هتنسى اصلا الامر. وانا مش عايز كده. هده الهدف? الهدف مش رخامة. ماشي. ما اعلن. نرجع لموضوعنا. كيف حال تاني للرسم؟. بالفايدة دكتور ان انا استخدم امره هو ليه بديل اصلا. انا انا اما كده كده مثلا لو حشتغل لو لو اشتغلت على البرنامج ده. ما انا هستخدم الحاجة السهلة. فايه لازمتها ان انا افضل احفظ امره وبعدين استخدم البديل بتاعه. انت انا قلت في اول سنة البعض الساكاشة انا دخلتها. اللي هي ايه? في البرمجة ما ترميش حاجة على حساب حاجة. تقول انا عندي حاجتين بيعملوا نفس الحاجة. فانا هروح لده وارمي ده. هيجي وقت من الاوقات هتبقى مقبل على الحاجة دي. في البرمجة يا جماعة. عندك امر سهل وامر صعب. انت شايف الاتنين بيعملوا نفس الحاجة. طب احفظ الصعب ليه? ما انا خلقني في السهل. البرمجة مش كده. اللي عمل ده وعمل ده اكيد كان قصد حاجة انه يستخدم ده في وقت من الاوقات. واكيد قصد حاجة انه يستخدم في وقت من الاوقات ده. فهيجي وقت من الاوقات انت محتاج الصعب مش السهل. طب لو انت مش عارف ستعمل ايه. ففي البرمجة ما ترميش حاجة على حساب حاجة. واحد يقول مثلا من عندي امر مثلا زي الانكريمنت انا ليه استخدم لين سباестно؟ طب ما الانكريمنت موجوده خلاص. لا اللين سباسم مسهل عليك اكتر. في حاجات معينة. الانكريمنت بيعمل في هاجات تانية. فاهمني؟ ففي البرمجة ما ترميش حاجة على حساب حاجة. المهم؟ دكتور. دكتور انا جبتك الـ X من هنا. يا الدوت اللي جنب الـ X يعني. طب بس ارد على واحد واحد. لأ الدوت اللي جنب الـ X كانت بترجعنا العلم تاني خالص. يعني انت كده عارف ان كان نايم وصحف الفين و... الفين وعشرين. فانت ايه انت كنت في الالفنات كده انت ترجع لسنة تسعة وتسعين. يعني ما تسألنش في عيدة دي. يا دكتور يا دكتور انا مرددش قطع حدرتك قلت اما اتخلص الرسم. يا حبيبي دي انت خدتها من شهور فاتت. احنا كنا بنعمل الـ X الثلاثة على قطول يا دكتور. محطناش الدوت. يا العظيم. بقى انت كنت نايم معنا. يا ريت حد بس ايه يصحين او سمحت يا جماعة. طيب. سؤال الـ. احنا اجبنا الـ X من هنا يا دكتور. الـ X بس ايه مفروض تبقى given. ايه مفروض تبقى given. الـ X هتكون given. ماشي. طيب. لسه هوريك العجب يعني هوريك انك تقدر تعمل كل حاجة من غير اقصى برمجة. هوريك دلوقتي. طيب. في طريقة تانية. في طريقة تانية هتلاقي موجودة في الكتاب. عشان لو حد ارى الكتاب. يبقى عارف بس هو عمل ايه. يعني هتلاقي الطريقة دي اف اوف. كل الاعمدة. كل الصفوف والعمود الاول. كل الصفوف والعمود التانية. هو هنا عمل ايه. بص يا سيدي. دي اف واحد ود اف اتنين او. ده للعلم بس دي طريقة تانية انظر مثل. وعرفها للعلم بالشيء. ما ترميش حاجة على حساب حاجة. ماشي. يعني خلينا نقول كده اهوت. ده هنسميه فيجر واحد. هنعملهم في اتنين شيت. وناخد دي كوبي. ونسمي دي فيجر اتنين. هنيجي هنا كده. انا هعمل الماتريكس اسمها ايه? الماتريكس اسمها ايه? ماشي? العمود الاولاني فيها اف وان. العمود التاني فيها اف تو. انا كده عملت عمودين جوا ماتريكس. العمود الاولاني هو اف واحد. العمود التاني هو اف اتنين. ماشي? انا كده عملت ماتريكس مش اكتر. اهي. اريك شكلها بس كده. اهم. فيها عمودين. العمود الاولاني يعبر عن اف واحد. العمود التاني يعبر عن اف اتنين. عند اتنين فيكتور اللي هو اف واحد. اف اتنين عملت الفيكتور الاولاني. اف واحد ترنسبوز. العمود التاني F, الفيكتور التاني F اتنين ترانسبوس. فأصبح كأنهم عمودين جوه ماتريكس. مش محتاج الماتريكس. او ليه عملناها ترانسبوس يا دكتور؟ لان ده صف مش عمود. فانا كنت عايزه عمود عشان يبقى عمود. فاهمني? F واحد ترانسبوس فاصبح عمود. F اتنين ترانسبوس فاصبح عمود. فكأن عندك الماتريكس ايه? فيها عمودين. قد العمود الاول ودي العمود التاني. عملت ليه ترانسبوس? عشان الاف واحد او الاف اتنين دي كانت فيكتور صف مش عمود فانا عايز اقلبها عمود. طب او كان ممكن اكتب اف واحد وبعد كده كاما وبعد كده اف اتنين فتبها هي اصلا. وعمل ترانسبوز من بره. سيمي كولوم بقى. انت ممكن تعملها اف واحد سيمي كولوم اف اتنين وعمل ترانسبوز بره. فكا اني عملت متركس صفين وقلبها من ترانسبوز من بره. يعني ده حل تاني اهو. ايه بتساوي. اف واحد انت خدت السيمي كولوم بتقلب من عمود لأ من صف لصف. و اف اتنين. اهو انا كده عملت صفين. قلبتها ترانسبوز عملتها عمودين. ايه؟ كل ترانسبوز من بره. فكده قلبت الماتريكس على ما ده. ده صح وده صح. ماشي. حلو. عشان بس تبعارف الحتة دي. انا هانا هاعمل ايه بقى؟ بلوت اكس وايه. بص كده. دي طريقة ترانية لرسم المالتبل بلوتينج. يبقى احنا اخذنا المالتبل بلوتينج بطريقة وزاوة هولد اون. وز هولد اون. وعن طريق ماتريكس. انا لو رسمت فيكتور اكس. مع ماتريكس ايه. هو هيعمل ايه اوتوماتيك. تاني. انا كده هبص برسم ايه؟ الفيكتور اكس اللي هو فوق خالص ده. ده. مع الماتريكس ايه. رسمي للفكتور اكس مع الماتريكس ايه ده مفهومه ايه في المتلاب؟ هيرسم اكس مع العمود الاولاني بتاع ايه؟ ويرسم اكس مع العمود التاني بتاع ايه؟ ايه فيجر اتنين صح؟ اهو فيجر اتنين اون. ده فيجر واحد. اللي احنا رسمينه. بالطريقة بتاعت وزاوة هولد اون. وده فيجر اتنين اللي مرسوم عن طريق الماتريكس. ان في الامتحان ممكن اجا اقول لك ايه؟ وزاوة يوزنج هولد اون. وزاوة يوزنج بلوت اللي هو تي واكس وتي واكس. فتضطر انت تعملها للطريقة الثالثة. يبقى انت عندك ثلاث طرق للمالتبل بلوتينج. وزاوة يوزنج هولد اون. وزاوة يوزنج هولد اون زي دي. وفي الطريقة الثالثة طريقة الماتريكس. احول الموضوع لماتريكس وارسم الفيكتور اكس مع الماتريكس. اكس ده فيكتور اللي هو الاستب اللي بامشي عليه. اللي هي الاكس اكس بتاعتي. مع ماتريكس. ايه؟ هو اوتوماتيك المتلاب بيعمل الى ما ترسم فيكتور مع ماتريكس. هيرسم الفيكتور مع العمود الاولاني بتاع الماتريكس. ثم يرسم الفيكتور مع العمود الثاني. من غير استخدام هولد اون ولا اي حاجة. هو اوتوماتيك يحطون فوق بعض. لانها ماتريكس واحدة. فرسم اكس مع العمود الاولاني تلاقي الرسمها الزرق. فرسم اكس مع العمود الثاني تلاقي الرسمها الحمر. واضحة. الطريقة الثالثة للمالتبل بلوتينج. حد عنده اي استفسار فيها؟ دكتور لو عايزون نغير اللون بتاعها او الخط هنتحكم فيها دلوقتي هوريك ازاي؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب سيب اللون والخط دلوقتي الاخر ماشي؟ هعرفك تعملها ازاي مع الطريقة الثالثة دي؟ ممكن اطلبها في الامتحان خد بالك بس خلي الطريقة الثالثة دي عدل في اللون والخط ازاي هقولك كمان شوية سيبا سيبا صغرين بس كده تمام؟ طيب لو انا عايز ارسم بقى باثنين واي اكسس مختلفين دوت مش عايزين فيجر اثنين اللي هو ايه الماتريكس ده مش عايزينه دلوقتي خاص هنرجع للرسمة الاوانية بتاعتنا اللي هي دي دكتور والبيتنج بيقطع عند حد دلوقتي الايه؟ المحاضرة بتقطع عند حد دلوقتي لا 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 طيب عندك بس هي غريبا عندك بس في النت طيب نخليك معايا بقى انا عايز دلوقتي ارسم multiple bloating زي كده بس عايز ارسمها with different y axis سامعني؟ المطلوب ايه؟ بكز multiple bloating with different y axis موسام صالح موسام صالح موسام صالح ايوه دكتور البراء يحيا ايوه دكتور احمد محمد حسن البلاسي ايوه دكتور ايوه احمد رفاعي رمضان موسام صالح معاك دكتور احمد رفاعي رمضان فين رفاعي؟ مع حضرتك مع حضرتك دكتور تمام عازم ايمن جمان مع حضرتك دكتور يحيا احمد عزب مع حضرتك دكتور يحيا جمان موسام صالح موسطفى اسامة محمد عبد الحميد موسطفى اسامة موسطفى حسن موسطفى حسن مع حضرتك يا دكتور فروان عبد الناصر فروان عبد الناصر موسطفى حسنة اه دكتور dit حضرتك نعلي cartoon ايوه لا انا هنا متأكدش ليه؟ الله صغلاتك نعلي تابن علي تاني انتهى مهمة عادي؟ المشكلة يعني موسطفى حسنة ايوة يا دكتور. طيب. نرجع لموضوعنا. تركز بقى. انا عايز دلوقتي ارسم واسمع الكلمة كويس عشان في الامتحاد بتيجي وبتغلط فيها. انا عايز ارسم ال two function with different y axis. with different y axis. يعني ايه? انت عندك كم y axis هنا? واحد بس اللي هو ده. اللي بدء من سالب متين لحد متين وخمسين. ماشي? طيب. اللي بيرسم with different y axis اسمه بلوت y y. امر اسمه بلوت y y. ماشي? بلوت y y هيرسم with different y axis. يعني اتنين y axis. ماشي? بيتكتب x f واحد x f اتنين. بس بلوت y y لا يقبل style. يعني لو جيت تعمله كده هيديك error. بلوت y y لا يقبل style. يعني تلغي ده. في طريقة بس مش هتصعبها عليكم مش وقتها. بلوت y y اللي هو اللون الازرق. بالكيرف الازرق. اللون التاني اللي هو الورنج دوت. بالرسمة الورنج. عمال ادي بلوت y y. بلوت y y بيرسم لك رسمتين. كل رسمة لي هواي اكسس مختلف عن التاني. بسكيل مختلف عن التاني. شايف الرسمة اللي قدمك دي? طيب هورنجي بتعكل اكسس حديده بمزاجه يا دكتور? حطه بالمناسب ليه. بالمناسب للرسمة بتاعته. هو اوتوماتيح لك حط المناسب للرسمة بتاعه. يبقى بلوت y y صب بالك ان بلوت y y لا يقبل style. يعني ما ينفعش تعمل كومة وتحط داش وتحط R او Red و Blue و Yellow والحاجات دي مش هيقبل. في طريقات خليه بس ما توجعش بما ببقى دلوقتي. هقولك تعمل ايه? ما تستعجلش. يبقى لو عايز ترسم with different y axis. الامر اللي بيرسم with different y axis اسمه ايه? بلوت y y. ماشي? تمام. طب لو عندك بلوت y y ده. وعايز تعدل style بتاع الرسم. لان في الاخر انت بتطبع ابي دوسوت. فاطبعة الالوان مش هتفرق معك في حاجة. لازم تفرق ببين الكرفين باي تفرقة تانية. اللي هي النقطة او الخط. لكن اللون مش هيخدمك. لان اللون انت بتطبع دوسوت. كثاني برضو بتاع الماتريكس. موضوع الماتريكس ده. لما كنت برسم العمود الاولاني مع الاكس والعمود بتانية مع الاكس. عايز تعدل style في طريقة الماتريكس. او عايز تعدل style في طريقة البلوت y y. ركز معي بقى. اللي هقوله دلوقتي. نعم. اللي جوه البلوت y y معلش بنكتبه ازاي تاني? اكس مع اف واحد. ارسم اكس مع اف واحد. واكس مع اف اتنين. زي ما كنت بارسم وزود hold on. بس من غير style. اكس و اف واحد يعني ارسم اكس مع اف واحد. ثم ارسم اكس مع اف اتنين. بس لاني عامل بلوت y y فهيرسم اكس مع اف واحد بسكيل ل اف واحد. اسكيل واي ل اف واحد. واكس مع اف اتنين بسكيل واي مختلف. وحتى هو عامل لك الكيرب باتنين واي مختلفين عن بعض. جميل. ازاي تعدل بقى دلوقتي اللي انا هتكلم فيه? ازاي تعدل لstyle. سواء النقطة او اللون او الخط في بلوت y y او في طريقة الماتريكس. الطريقة دي هتبقى على الاتنين دول بس. هي تنفى على اي حاجة. وهي الاسهل. اللي كان بيسأل برضو هي الاسهل. تمام? بس الطريقة دي هستخدمها فقط للحتتين دول بس. لبلوت y y او بلوت الماتريكس. اعملها ازاي? تركز مع اي قوي. هتلاقي موضوع بسيط قوي. تقدر تتحكم في كل حاجة. عن طريق الحتة اللي جاية دي. يعني بمعنى اصح لو عندك report من دلوقتي لحد سنة ما تخلص سنة ربعة. ما تقعدش بقى تبرمج وتكتب برمجة والكلام ده. هتعمل كله بالانترفيس. تعملها ازاي? هتجيب قائمة edit. هتجيب قائمة edit. من فوق اهي. وتجيب حاجة اسمها figure properties. وتجيب حاجة اسمها يبقى figure properties. يبقى قائمة edit figure properties. الناس شايفة معايا? دوسها عليه. هيفتح لك حاجة في الجنب كده. المهم. الحاجة اللي مش عجباك مجرد دوس عليها بالماوس. الحاجة اللي مش عجباك مجرد دوس عليها بالماوس. انا في الاطباعة في الامتحان. هتحط الأصفر والأخضر. اسود. مجرد انت ازرق احمر دول بيظهروا في الطباعة. فانا اخلي اسود. اسود قاتمة. ماشي? ماشي. اللي هو الخط. عايزه dash. واللي عايزه ضد. واللي عايزه ضد dash. شايفين? واللي عايزه solid. لا خليه cd dash. ماشي. الويتس بتاع الخط. ودي مهمة. حاجة زي كده. بص كده الاسود منقط. لما تجي تبعف انت هتطلع خفيف جدا. عايزه تعرض الخط. كأنك بترسم بقلم خط عريض او قلم خط رفيع. اللي الويتس اهي. حجم الخط. خليه واحد. بص كده هو عامل ايه? وكده نص. خليه واحد ونص. وشوف شكله عامل ازاي. اهو. كأنك بترسم بقلم تخيل. تمام? الخط التاني اهو. الاحمر ده. وده الورنج ده. اللون. عايزة عدل اللون. خليه ازرق. طيب عايزة عدل line style. خليه مثلا dash. اهو. عايزة تققله شوية. اهو. اتخليها مثلا. اتنين. اهو. اي رائيك? ولا بقى برمجة? لا لسه. لا تقدر تحكم في كل حاجة في الرسمة اخب بالك. الماركر النقطة كمان اهي. بص عايزها مثلا square. مربعات. عايزها diamond. شكل النقطة عامل ازاي? عايزها circle. ده شكل النقطة اهو. عايزها dot. تمام? خليها على dot العديد. يبقى انت عايزت تغير شكل النقطة اهي. كلمة marker. ده شكل النقطة اهو. يبقى انت الكلام ده بتعتد بيه في الامتحان ولا لا? ايوة اعتد بيه بس مع حاجتين فقط. بلوت واي واي. والبلوت. المالت ببلوتة عن طريق الماتريكس. فقط. دكتور بعد اذنك. نعم. هو لما كده غيرنا اللون وغيرنا الوت وخيرنا كل حاجة. هنعرف انهي بقى كرفة مع انهي اكسيز. insert legend. انت لازم تكون عارف legend. لازم تكون كتبه اصلا من برمجه يعني. legend مش هقبله بinsert. legend هقبله فقط بالبرمجة. طب الكلام مكتوب data 1 و data 2. double click عليها فقط. لا اقصد يعني. اقصد يعني الاكسيزة العليمين ده هنعرفه بتعنيه كيف ازاي? الاكسيزة. هو عمل لك اللون. هو في الاصل عمل لك اللون. عادي ممكن نغير ده. كل حاجة تعرف تغيرها هنا. بس اسبر على ما مخلص بس. واحدة واحدة. طيب. بص واحدة. على بص. على الخلفية. ال grid. بص كده هتلاقي عندك حاجة اسمها grid. انت ممكن تعمل grid x y ممكن تعمل grid x بس. بص كده. انا لغيت grid x. بقيت عامل grid y بس. طب ممكن اعمل grid x والغي grid y. اهو. بقيت عامل grid y بس. كده grid x و y هم. شايفين؟ هاي عايز اعمل title من غير برمجة. عايز اعمل x label من غير برمجة. عايز اعمل y label من غير برمجة. هدوس على اللي انا مش عايزه. اللي انا عايزه. انا عايز اعمل x label ادوس على الاكسات. اهو. ادوس على الاكسات. هتلاقي عندك حاجة اسمها labels. اهي. تمام? x label اهي. عايز تكتب ايه على x label فين التكست بوكس. from the text فين يا سيدي. line style فين? تكست بوكس. فين اللي التكست بوكس. انا عايزين مش تك عايزين ال x label. تحت اهي. ال label تحت ايه. باشي. ال x label. تكست بوكس تكست بوكس. اهي تحت ايه. وابص عمل ايه عشان بس انا مش متعود على انا اتعملها ايه. بص يا سيدي. فين ايه. اعلم على الاكس. اهو. ماشي. هتلاقي تحت. اهي labels ايه. هتلاقي تابة اسمها labels. ماشي. هتلاقي x label اهي و y label اهي. تدوس على x label text كده. هتلاقي تابة لك تحت. تسميها زي ما انت عايز بقى. تسميها احمد بس. تمام? هيجيب لك الكلام وانت تكتب عليه بقى زي ما انت عايز. تدوس على الاكس تاني. هتروح لكل ال label. يعني يا سيدي. اهي. ال y label. دوس تكست. فيزهر لك الكلمة هنا اهي. تمام? طب ال click عليها. اكتب اي حاجة ما انا نهر. تمام? نفس الكلام. دوس على الاكس. هيجيب لك اللي هي الايه اهيه. التايتل فين فوق اول واحدة اهيه. تايتل. تسميها اي حاجة. كيو 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 كيو. شايف? عملت x label y label من غير برمضة. البوكس. تمام? ممكن البوكس كمان تغيره. بوكس طايل. ارغي البوكس. بص كده. الحتة اللي فوق الايه. الشطفة اللي فوق اللي قفلت البوكس من فوق تلغد. اهي. شايفين الكلمة البوكس من فوق مفتوح او مقفول. طيب. نعدل ايه تانية يا سيدي نفسك فيه. كل حاجة نتعرف تعدلها من هنا بقى. بس ده مش هقبله. بس ده مش هقبله. الاسكيل يا دكتور. طبعا. انتعرف تعدله طبعا. اهو. انتعرف تعدل كل حاجة. دكتور لو صباح تا دكتور. لحظة واحدة بس. خلصوا الايه وعكا نتكلم. ال اكس ليبل خلاص. التك اكس تك. بس مش عايزين اكس تك. عايزين اسمها ايه. نقفل كل دول بس الاول عشان يبانوا. دي فيها ايه دي هتلاقي فيها بلايه برضو. موزيشن انتر اكس اوكس ستايل بوزيشن. لابل اكس اكسس. فين الاكسس بقى. فين الاكسس يا استاذ. الانر والاوتر. هو طبعا الجديد احدث. السنة القديم كان سهل قوي عن كده كمان. بس يمكن عشان الجديد واحد مش تعود عليه. رولرز. اهي. هتلاقيها في رولرز. هتلاقيها فين؟ في رولرز. ال اكس لمت. تمام. بس دا المت. وين الاكس مينموم والاكس ماكسمام. هتلاقيها هنا يعني. اكس لمت سالب ستة لستة. اه اه. من سالب ستة لستة. طب انا اجلها من سالب سبعة لسبع. من سالب سبعة لسبع. تمام. اهو. تباعت من سالب سبعة لسبع. الواي لمت من س ding 50. لا خليها من سي فر التمانين. اهي اهية. تمام؟ ممكن اعدل بعد كذا ما انا عايز بقى كل حاجة اقدر اعدلها فالإكس أكسس الأكسيز تعرف تعدلها برضو كل حاجة تعرف تعدلها من فجر بروبيرتز دي فجر بروبيرتز دي هتبقى مقبولة فقط في حالتين البلوت واي واي والبلوت بتاع الماتريكس وبلوت بطريقة استخدام الماتريكس ماشي؟ طيب دكتور لو سمحتها دكتور فضل حررتك كنت من شاء باسأل عنك لو كان بقطع عند حد في مشكلة عندي في ان انا موجود من اول المحرر حررتك ماذا دهتش على اسمي لحد دلوقتي بس لو حررتك ماذا دهت على اسمي انا بنده كده رندم عشوائي ماشي بس هو حررتك الفكرة اللي هتت عندي بقطع فالو حررتك اتأخرت شوية في الرد لا انا بص انا ما عنديش غير اثنين علي نبيل ومروان عبدالقادر دول انا كتب اسميهم مروان عبدالقادر وعايا نبيل طيب طيب نيجي بعد كده حتة كمان عشان احتاجها في الشيط لو جيت بص في الشيط عندك وده اول الشيط هتطلبه منك الشيط يتسلم مع الكتاب جوه الكتاب عشان الكتاب فيه ده دولة دي انا هستلمها منك في اخر السنة دولة دية انا هستلمها منك في اسمك دولة دي تتقطع ويتحط عليها درجات عمل السنة. كمان في فاينال بروجيكت. ما من دلوقتي عايز الناس تقسم نفسها. عاي انتو بتاعك وقدي ايه. سيكشن حوالي قدي ايه. او قادل كده. تمانية وعشرين. كم? تمانية وعشرين وثلاثين. تمانية وعشرين وثلاثين. طيب. انا عايز كل سيكشن يقسم مينموم مجموعتين. كل سيكشن يقسم مينموم مجموعتين. تمام? عشان في بروجيكت هيتاخد في الاخر. اللي هو بتاع البجات ده. ده. انا هنقشه في الاخر. انا من دلوقتي. كل سيكشن يقسم نفسه مجموعتين ويجيب لي ورقة باسم المجموعتين. تمام? طيب. بالنسبة الريبورت. بعض ديت بتاع. خمسة ديت سبك منها دلوقتي ستة. بص الجيهة ستة بيقول لك ايه? وعندك زد. والدقمة الاكس اللي هترسم عليها الانتيرفل. ان وانشيت. يوزنج صب لوت. لسه ما خدناش صب لوت هناخده دلوقتي. دكتور. اتفضل. او حضرك قلت اللي وراء اللي هتسلمها من هنا موجودة بينك? فاول الشيط خالص. يعني هتلاقي بعدك بعد الجلدة. هتلاقي ورقة. ورقة اهي. الورقة دي انا مع كل مرة بتسلمني. وحط لك الدرجة وبمضي. وحط لك الدرجة وبمضي. حط لك الدرجة وبمضي. هاجي اخر السنة ياخد الورقة دي منك. فهمني? دي اللي هتبقى بتاعك معاي. مش ده حقا كده تشعب كده في الشيط يعني عمي سلمنا اول وحط لك. وهو فيه كزا واحد فيها بتاع ما كملوش عشرة اللي سلمين الشيط هم دولة كتبت لهم. بقين اللي سلموش شتات كلها في الزبالة ترامد. اللي يسلم يسلم بالكتاب عشان ارصد له فيه. يعني مش رخينا بس عشان يبقى عندي حاجة موثقة ليك. انه موضوع شت جي تسلمولي ويتريمي ولا يضيع ولا بتاع لأ لان في الجودة لازم حاجة موثقة. دكتور ما مش هو ريبورت الاولاني. اللي ما سلمش من غير الشيط تاكيد. مش مش كده مش مش كده مش مش كده ما كنتش عارفين لسه ده عادي. دكتور. اول دلوقتي حد اخر السنة. يعني كده ريبورت الاولاني تمام. ما فيش مش كده مش عادي. همش شي عادي. المهم من اول دلوقتي. من اول دلوقتي حد اخر السنة. رجاء اللي هيسلم شيط يسلمه جوه الكتاب. عشان همضي على التيج Лي عشان هاخدها في الاخر. يبقى انت عندك توصيق ان انت مقدم كزا ومتصحح كزا والكلام ده بب. وقسموا نفسكو جوه السيكشن جروبين. وتجيب لي اسميق كل جروب جوه كل سيكشن. عشان هنطلب في الاخر بروجيكت هيبقى تيمورك. السيكشن يبقى فيه مجموعتين كل مجموعة تشتغل مع نفسها لايه? البروجيكت ده. طيب. هو هنا بيقول لك ايه بقى? اه ناخد ساب بلوت الاول. ماشي. ناخد ساب بلوت. خدنا بلوت واي واي. وازاي ارسم. على اتنين واي اكسس مختلفين. او مالتيبل واي اكسس. كما يبقى اخدنا بلوت. طيب. نيجي بعد كده. لو انا عايز ارسم اتنين في شيت واحد بس مش مش عالسيم جراف. كل واحد في جراف مختلف عن التاني. بس في وان شيت. يعني ايه ايه الكلام اللي بقوله ده? تاني اقول تاني. انا عايز ارسم اتنين فيجر. حل? الاتنين فيجر دولت كل رسمة الوحدها مستقلة بذاتها. مش 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 فوق بعض. مش قول سيم جراف يعني. لأ. الرسمة القوانية في جراف. والرسمة التانية في جراف. بس وان شيت. يعني ايه وان شيت? يعني ورق الطباعة واحدة. موجود فيها الرسمتين. بس كل رسمة الوحدة. مش فوق بعض. بس في الاخر تطبع لي برضو ورق الطباعة واحدة. بتعملها ازاي? بامر اسمه سبلوت. ايه الامر ده? بص معي. هنشترع على اف واحد و اف اتنين دول. ماشي? ادي اكس ودي اف واحد وده اف اتنين. انا عايز ارسم اف واحد في 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 جر لوحده. في رسمة الوحدة يعني. و اف اتنين في رسمة الوحدة. بس الاتنين موجودين في ورق الطباعة واحدة في وان شيت. يعملها ازاي؟ بامر اسمه سبلوت. امر سب بلوت ما هو اش امر رسمي. عطي الناس بتلخبط ما بينه وبين البلوت. امر سب بلوت ما هوش امر رسمي. يعني بمعنى صح لا يغني عن امر بلوت. مبيغنيش عن امر بلوت. امر سب بلوت هو امر تأسيم. بيقسم بيقسم الشيوت بتاعك. بيقسم الورقة. تمام? يعني ايه بيقسم الورقة. يعني لو جنا هنا مثلا كده. دي ورقة الطباعة بتاعتك هاي تمام امسيرت اه فين اه تشيبس مسلا ده تمام ادي مكان انسيرت شيبس وادي مكان انسيرت شليبس وادي مكان حاجة زيك ورقة الطباعة بتاعتك فيها اربع اماكن هوا المتلاب يقسم زي كده تمام تعمل اربعة تعمل ايا كان عدد الاماكن يعني ده المكان الاول مسلا ده المكان التاني ده المكان التاتي بان عايز اعمل رسمة هنا ورسمة هنا ورسمة هنا ورسمة هنا وهكذا تمام? اللي بيعملها ساب لوت ساب لوت صب لوت ما هواش أمر رسم هو أمر تأسيم صب لوت تاني ما هواش أمر رسم يعني بمعنى صح مش بيرسم هو أمر مش بيرسم هو بيقسم الشيط بتاعتك الورقة بتاعتك كم مكان بيقسم كأنها كانها ماتريكس طيب انت عندك كم رسمة رسمتين عندك حلين يا إما تعمل رسمتين جنب بعض يعني لو أنت عندك ورقة طبعة كده يأما تعمل رسمتين جنب بعض يأما تعمل رسمتين تحت بعض يأما تعمل رسمتين تحت بعض زي كده يبقى انت عندك رسمتين عرفت من اما هي المسألة بتاعتك فيها اكس وف واحد و اكس وف اتنين يبقى انت هترسل اكس مع اف واحد في رسمة و اكس مع اف اتنين رسمة يبقى انت عندك رسمتين يبقى انت هتقسمهم ازاي يا رسمتين جنب بعض زي كده في الشيط بتلعج بتاعت طباعة يا رسمتين تحت بعض رسمتين تحت بعض. زي كده. طب نبدأ بدي الأول. رسمتين تحت بعض. يبقى أنت كده عملت ماتريكس الورقة بتاعتك تقسمت ماتريكس كم في كم؟ عمود وصفين. صح كده يعني اتنين في واحد. اهي. الورقة بتاعتك تقسمت. يبقى أنا عايزة رسمتين تحت بعض. تحت بعض. يبقى أنا قسمت الورقة بتاعت الطباعة لشكل ماتريكس. تقسمتها ازاي? صفين وعمود واحد. اهو. يبقى هنا بكتب اهو. 2 كم اهو. ده شكل الماتريكس بتاعتي. صفين وعمود. ط وبالمكان التالي بكتب فيه ايه? الم اهو. ال progressing1. اهو. أنا لو عايز صفين وعمود. فده المكان الاول. وده المكان التاني. صفين اهو. يبقى المكان ده هو المكان رقم واحد. المكان ده المكان رقم اتنين. انا هنا بكتب ايه? اتنين وواحد دي. اللي هي صفين وعمود. في المكان رقم واحد يعمل لي ايه? سب بلوت لا يغني عن بلوت. لازم اعمل بلوت. بلوت اكس و اف واحد. واعمل جريد بقى و اكس ليبل و واي ليبل زي ما انا عايز بقى. اتنين وواحد واحد يا دكتور. صفين وعمود ده ايه? صفين وعمود المكان الاول. اللي رقم التالي ده هو هو المكان. المكان الاول. تمام? ادي اول واحد. بعد كده خلصت المكان الاول كبير بقى. خد دول كده. بس. المكان. الصيز مش هيتعدل. هيفضل زي ما هو. اللي هيتعدل مين? المكان. المكان التاني. حط فيه اف اتنين. يبقى صف بلوت اتنين واحد. المكان الاول. صفين وعمود يعني. المكان الاول. صف بلوت هيفضل مكرر معك اول رقمين. لان اول رقمين ده سايز الماتريكس ومش هيتغير. خلاص. انت بتحدد بس المكان. المكان الاول ارسم اكس مع اف واحد. المكان التاني ارسم اكس مع اف اتنين. اعمل رم. اهم. ادي اف واحد. ودي اف اتنين. الاثنين في اتنين جرف مختلفين. فوعا شيت. الاثنين. هتطبع ورقة واحدة. بس فيها رسمتين. كل رسمة مش منطبقين على بعض يعني. كل رسمة مستقلة بزاتها. اعملها بصف بلوت. صف بلوت ما هوش امر رسم. بمعنى لو نسيت ده. عملت كده بس. اي ده الرسمة الاولى طالعة والرسمة التانية مش طالعة. ليه الرسمة التانية مش طالعة? لان صف بلوت ما بيرسمش. صف بلوت امر تأسيم. طب انا عايز احطهم جنب بعض. جنب بعض بقى المنظر عامل كده. اخيل المنظر الاول. اهو. كده اصبحت متركس عاملة ازاي? صف وعمودين. واحد في اتنين. واحد في اتنين. واحد في اتنين. انا هعدل بس دي. واحد في اتنين. ودي واحد في اتنين. تمام? المكان الاول برضو والمكان التاني اهو. طب عنده مش مستحبة لو عندك دايما رسمتين اعملها تحت بعض مش جنب بعض. دايما. قعدة عامة لو عندك رسمتين اعملهم تحت بعض مش جنب بعض. طب لو عملت كده اتنين في اتنين. ماتريكس اتنين في اتنين. المكان الاول المكان التاني. وان كاب ياردول مش هتفق. المكان التالت المكان الرابع. تماما? انا عملت ماتريكس اتنين في اتنين يبقى عندك اربع اماكن. اهو مكان اتنين تلاتة اربعة. المكان الاول. المكان التاني. المكان التالت. المكان الرابع. لحظ الترتيب بتاعي عشان ما تلابي يقولك كده. المكان الاول اهو. المكان التاني اهو. المكان التالت اهو. اي ان كان الرسومات بقى سيبك بالرسومات. المكان التالت اهو. المكان الرابع اهو. طب لو عايز اعمالها ثلاثة في ثلاثة. نفس الكلام. بس سب لوت هيتعدل في كله. الصيز على الماتريكس يفضل ثابت طول البرنامج. ثلاثة في ثلاثة. عارف نعم. عارش بس هسازن حضرتك. والمحاضرة اخيرها امتى بس عشان السورة شغل. خمس دقيقة او عشر دقيقة كمان. ماشي شكرا محاضرة. تمام? طيب. ده بيقسم الشغل بتاعي. ده امر سب لوت. ماشي هو امر تأسيم وليس امر رسم. وخد بالك. واحد يقول لي ايه? يوم عامل كده. انا رجعها اتنين اتنين واحد. انا محبش عاملها كده. انا بحب عاملها كده. من غير من غير كومة. ينفع عاملها من غير كومة. اتنين في واحد المكان الاول. تمام? اتنين في واحد المكان الاول. اتنين في واحد المكان التاني. من غير كومة عطو. دي صح ودي صح. انا بحب عاملها كده. مقلة ودل كان افضل يعني. فممكن تتعامل سب لوت اتنين واحد واحد. اه بس تبقى فاهم يعني اتنين واحد واحد. اول رقمين ده اتنين في واحد. صفين وعمود. المكان الاول. طبعا اول رقمين مش هيختلفه. اللي بيختلف هو الرقم التالت بس. تمام? طيب واحد يقول لي. طب انا عملت اتنين جريد اللي انا اعمل جريد واحد. انا التانية مش طالعة بجريد. صلي. خمس دقيق بالزبط. تمام? فهتلاقي الاوانية طالعة بجريد. والتانية طالعة من غير جريد. ليه? كل سب لوت اوامر مستقلة بذاتها. بمعنى اصح. جريد دي مش هتسمع تحت. هتسمع في السب لوت بتاعتها بس. ماشي؟ بمعنى اصح. لازم تكتب اوامر كل واحد مع كل واحد. فافضل حل ايه? افضل حل. تخلص سب لوت كاملة. وتكبيرها وتعدل فيها. كفاية كده. نكمل المرة الجاي. احنا كده خلصنا لحد فين يا دكتور فوكتان. خلصنا تقريبا ستين في مئة وسبعين في مئة مش شابطة. خلصنا ستين سبعين في مئة مش شابطة. دكتور وحضرتك مجمع انتبعتنا البي دي اف اللي حضرتك اتفعته من شوية. مين? البي دي اف اللي فيه شرح. لحظة لحظة. ايه البي دي اف اللي فيه شرح? حضرتك جبت منه اكزامبل قبل. ده في الكتاب. كتاب والشيت. انا شرحت كله من الكتاب والشيت. ده الغياب عندي اهوت. كل حاجة متسجلة. يعني عندي بس انا روان. دخلت الساعة عشرة خمسية. الناس اللي كتاب بتقول المايك مش شغال. انا هراجع بقى الدخول والخروج. يعني انا هراجع الدخول الناس اللي كتاب ايه بتحول تستنصح علي. لواحد يقولك انا المايك مش شغال. انا كل واحد بتسجل عندي. لحظة كم الكلام مش عايز حد يقطعني. يعني روان على سبيل المساعد. روان حامد. دخلت الساعة عشرة وخمسة خرجت. اداشر تلاتين.